المترجم للقناة فدع ناجم للتهاني واطب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولة والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنية مماثلة لدولة السيدة ولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء أمس إلى دولة قطر في زيارة الرسمية وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الدوحة الدولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر كما كان في استقبال سمو ولي العهد سمو الشيخ جاسم بن حمد الثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب أمير دولة قطر وشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الوزير المرافقة وشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية والشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني رئيس الديوان الأميري وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية وتوجه سمو ولي العهد وسمو أمير دولة قطر في موكب رسمي إلى الديوان الأميري وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلمان الملكي السعودي والأميري القطري ثم استعرض حرس الشرف أفور أصول سمو ولي العهد صافح أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين في دولة قطر كما صافح سمو أمير دولة قطر أصحاب السمو الملكي لمراء والمعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي والمرافق لسمو ولي العهد وبعد ذلك توجه سمو ولي العهد إلى مجلس الشعب حيث تشرف عدد من أعيان دولة قطر بالسلام على سمو ولي العهد وقد رأس سمو ولي العهد وسمو أمير دولة قطر الاجتماع السادس لمجلس تنسيق السعود القطري رحب سمو أمير دولة قطر في مستهله بسمو ولي العهد في زيارته الحالية لدولة قطر فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيفة ونقل سمو ولي العهد خلال الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين لصحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر فيما حمله سمو تحياته لخادم الحرمين الشريفين جرى خلال الاجتماع السعراض وأوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشانها وفي ختام الاجتماع وقع سمو للعهد وسمو أمير دولة قطر على محضر اجتماع دولة السادسة لمجلس التنسيق السعودي القطري حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وصاحب السمو الملكية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكية الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني دكتور مساعد العبان ووزير التجارة ووزير الإعلام المكلفة دكتور ماجد القصبي ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ووزير الاقتصادي والتخطيط الأستاذ فيصل إبراهيم ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان فيما حضره من الجانب القطري الشيخ خالد بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ومستشار أمير دولة قطر للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد الثاني ووزير المالية علي الكواري ووزير الرياضة والشباب صالح العلي ووزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن قاسم الثاني ورئيس جهاز أمن الدولة عبدالله الخليفي ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي ووزير المواصلات جاسم السليطي ووزير الثقافة الشيخ عبد الرحمن من حمد الثاني وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر العطية شكرا للمتابعتكم دمتم في رعاية الله السلام عليكم اشتركوا في القناة